في الفترة الأخيرة دخلين على مرحلة أجازات وتقريباً ناس كتير جداً هتفتح قنوات ولازم تكون متأكد إلى هذه اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها لسه في أرباح مقدرة من اليوتيوب وفي ناس بتكسب أضعاف مضعفة من المتوحد فكرة فالفكرة إن حضرتك تبدأ حالاً ولكن لا تبدأ على اليوتيوب إلا وأنت تملك صوت كويس جداً لازم يكون المايك الخاص بيك صوته مميز واضح حل نقي صافي وبدون إزعاج يا صديقي مهما كلفك الأمر لازم حضرتك تعرف إن المشاهد بيسمع أكتر ما بيشوف ممكن حضرتك تكون فتحني أصلاً دلوقتي وحاطت الموبايل جنبك وبتسمعني أيوة أنا شايفك واخد بالي منك وده أمر طبيعي لإني أنا أصلاً لما باجة تفرج على أي فيديو بفتحه على الشاشة التانية واسمعه علشان كده نصيحتي ليك اوعى تسترخص وتروح تجيب مايك من المايقات الوحشة اللي ممكن ما تكونش الأفضل حاول تستخدم الهيدفون الخاص بالموبايل الأوروجينال وده حلو جداً تقدر تشتغل بيه صوت مميز وحلو جداً باستخدام البرامج اللي حنشرحها الفترة اللي جاية عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جداً أنت ممكن تسجل أو تعمل تسجيل من الموبايل مباشر وتتكلم من المايق مباشر بس حاول على قد ما تقدر تكون عازل المكان يعني ما تسجليش وابنك بيعيط ما تسجلش وفي عندك في الشارع إزعاج حاول على قد ما تقدر تختار الوقت المناسب والمكان المناسب للتسجيل مهما كلفك الأمر من تأخير لازم تكون عارف أن الفيديو ده ممكن يكون السبب في إزدهار أرباحك والسبب في زيادة مشاهدينك والسبب أن حضرتك تنتشر مفيش أي منشئ محتوى كان يتوقع أن الفيديو اللي حينزل يجيب له مليون مشاهدة حيجيب مليون مشاهدة إطلاقاً كلنا تقريباً ما كناش متوقعين إطلاقاً أننا ننجح بسبب الفيديو ده علشان كده بنصح حضرتك أن كل فيديو تعمله لازم يكون الفيديو اللي أنت متوقع أن يوصل للمليون مشاهدة ولو الفيديو اللي عندي اللي أنا عامل فيه أربع تلاف ساعة مشاهدة من صفح خفي متأكد أنه حيجيب مليون مشاهدة قبل ما أعمله كنت هعمله بشكل أفضل من كده في الأداء والطريقة والتقديم وده المختلف الفترة الأخيرة فيك متوحد فكرة أن أنا بحاول أطلع كل فيديو وأطور من نفسي طيب لو كان الوضع معاك فلوش شوية وعايف تبدأ بمايك أنا هتكلم معاك عن مايك الغلابة بويا ام وان بويا ام وان مايك اتكلمنا عليه كتير جدا قبل كده وفيه ناس كتير جدا بدأوا بيه وفيه وعليه على اليوتيوب وأنا بدأت بيه واستخدمته وطورت عليه وبعد كده لغات لما كان بقى معايا هايبر اكس ومعايا المايك الواي فاي التاني يعني بدأت ببويا ام وان ولسه موجود قدام حضرتك حاول على قد ما تقدر أنك تركز على الصوت وتطور من نفسك بشكل مستمر الصوت بداية كويسة جدا لا تبدأ على اليوتيوب بصوت مش افضل حال لا تبدأ على اليوتيوب وانت مش عارف تظبط ريتم الصوت ولازم تعرف وتخلي عندك شخصية في صوتك فالمشاهد بيوصلوا شخصية منشئ المحتوى من صوته من ثقته في نفسه ما تحاولش انك تكون مهزوز حاول على قد ما تقدر انك تبني الثقة جواك وانت بتعمل اي فيديو وبتسجل اي فيديو وبتنشئ اي فيديو لان ده هو اللي حيبني جواك ومعاك وبيك شخصية عايز اقول له حضرتك لو عندك ابن صغير وعايز يبدأ على اليوتيوب خليه يبدأ مش شرط يكسب فلوس يكسب خبرة يكسب منتاج افضل تصميم افضل يكسب ازاي يبدأ على اليوتيوب وازاي يقدر يتكلم مع الناس لما جيت ابدأ على اليوتيوب وانا كنت 29 سنة او 30 سنة تقريبا ما كنتش بعرف اقول السلام عليكم ما كنتش عرف اتكلم قدامك بدون اي تجهيز اي سكريبت انا تقريبا ما بعملش سكريبتات بدخل في الموضوع على طول وبتكلم من القلب للقلب علشان كلامي يوصلك بشكل مستمر ولو كتبت كومنت حديك قلبي يبقى معاك قلبي بلاش تغيب عني اتفرج على باقي الفيديوهات على المتواحد فكرة وصدقني انا عامل قيمة تشغيل في المتواحد فكرة للقناة اللي عايزة تبدأ على اليوتيوب من الصفر انشاء لوجو اختيار اسم قناتك ايه الاخطاء اللي ممكن تقع فيها بداية على اليوتيوب ايه البرامج اللي ممكن تستخدمها ودلوقتي بقول لحضرتك المايك المفضل للغلبة شكرا لجميع